بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والودق يستن عن أعلى طريقته حول الجمعين جرى في سلكه الثقب يغشى الكناس بروقيه ويهدمه منها إلى الرمل منقاض ومنكثب إذا أراد كراسا فيه عن له دون الأرومة من أطنى بما يطنب وقد توجس ركزا مغفر ندس بنبأة الصوت ما في سمعه كذب فبات يشئزه ثاد ويسهره تذأب الريح والوسوس ولهضب حتى إذا ما جلا عن وجهه فلقون هديه في أخريات الليل منتصب أغباش ليل انتمام كان طارقه قد تطخطخ لغيم حتى ما له جوب أتوقف أعود إليكم وإلى البيت الأول والأبيات التي سبقته هي ربما من قوله فبات ضيفا إلى عرطات مرتكم لكن ذلك بعيدا البيت الذي قبله مباشرة كأنه بيت عطار يضمنه لطائم المسك يحويها وتنتهب تجل البواري معكم شيخ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم ما جال ذو الرمتي مع وصفه مكان هذا الوحش الذي يؤوي إليه فقال من قبل حتى يأرج الخشب حتى إذا استهلت عليه غبية أرجت مرابط حتى يأرج الخشب في البيت الذي يليه مباشرة كأنه بيت عطار كأنه بيت عطار مجال يصف مكان هذا الوحشي بأنه كأنه بيت عطار يضمنه لطائم المسك بالشراء ويحويها بالطائم المسك يحويها بالشراء نعم وتنتهب بالبيع بها جميل جدا جلا فلان الأمر إذا أظهره البوارق جمع بارقة فواعل نعم جمع بارقة وهي بارقة السحاب البرقة الذي يلمع تجلو البوارق وفعل جلاء هذه جلاء يجلوه جلاء يجلوه جلاء وجلوان وهذه هي مسألة مع الشيخ سيدي محمد من الشيخ سيدي وقال جلوه وجلوه ثم ما أوليثا هذه مسألة هي إن جلاء جل الأمر جلاء يجلوه جلاء وجلوه يتي لازما ومتعديا يتي لازما وجل الأمر وجل الأمر كل هذا يلزم ويتعد هذا ما قصير والبوارق وقلتم جمع بارقة جمع بارقة وهذا جمع مقيس كقاعدة وعاذلة وعواذل عاذلة وعواذل قاعدة وقواعد جميع بارقة وبوارق عمج رمز هذا البيت له عدة رواية كيف مشرمز عم مشرمز نعم وهي من شرمز فعل رباعي مجرد الأصول فعل رباعي كدحرش لا وزن فعل له لا وزن فعل له لا وزن فعل له كدحرش تدحرش زحزح زلزل 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 قد يتماثل عينه ولو وقد لا يتماثل نعم نعم قد لا يتماثل لا وزن فعل نعم نعم نعمك ان الجرمز نعم 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 هذه الرواية اتفق عليها لسان العرب وتاج العروس تبعه تاج العروس نعم نعم وما هو المعنى في كل هذه الروايات المجرمز المنقبض فالثور تضرب الأمطار وتحته التراب الندي وسيذكره بنفسه هذا ومنقبض منقبض مجرمز المجرمز المنقبض الصيغة الأخرى مجرمز مجرمز والله مجرمز هي أسهلها بها اسمه فاعل من جرمز يقول لهق اللهق واللهق الأبيض الأبيض العالي أو البيض الشديد الأبيض اللهق واللحاق الأبيض الأبيض دون ذلك دون ذلك كما يقولون في الولاية الولاية مشككة هذا وليون أكثر وهذا وليون دونه بينما النبوءة متواطئة النبوءة متواطئة هذا منبئ عن الله وهذا منبئ عن الله ذا متواطئة وأما قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ذلك من كما وقالوا للعزم الله فضل بعضها الرسل ولكن المصدر وهذا يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله معاشر الأنبياء أبناء علات هم العلات يعني الأبوح والأمهات متفرقة فهذا يحيل الشيئ وهذا يحرم الشيئ وهذا أرسل للناس كافة كنبينا صلى الله عليه وسلم وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة ودليل ذلك يوجد بالقرآن الكريم أما ترى أن موسى عليه السلام عندما أغرق فرعون وقومه وهم ينظرون ونجوا مروا على قومه يعكوهن على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجلون ووجههم ولم يذهب إلى أولئك العاكفين على الأصنام لأنهم ليسوا من شغله لم يرسل إليهم إنما أرسل إلى بني إسرائيل فقط وإلى فرعون وقارون وعامال كما بالقرآن الكريم هذا هو ما أرسل إليه ولم يكون الأنبياء وأبناء علات تعبير جميل الأب واحد العقيدة توحيد والتوحيد أولا وإذا نظرنا ولقد أرسلنا نحن إليهم كلهم عبودوا الله ما لكم من إله متفقون على التوحيد وهم أبناء علات شرائع شرائع مختلفة تعبير جميل جدا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة كافة هذه ميزة من ميزاته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه شعلت له العرض مسجدا وطهورا نعم وأرسل للناس كافة وكان النبي يبعثه إلى قومه خاصة أزاكم الله خيرا وكتابه الذي جاء به مصدق لما بين يديه نعم هو مصدق أهل التوراة يعلمون أنه مصدق للتوراة نعم وأهل الإنجيل كذلك نعم لكن طبعا حسد على قلوبه والقرآن ويانا ذلك نعم برك الله وما صيغة لهيقين هذه الصفة صفة ما لا صفة نعم والصيغة الأخرى التي ذكرتم اللهاق لهاق ذكرها محمد بن محمد في قافيته التي مطلعها وصفة أيضا تجلت جهد نفسك لك لهاق صفة ولا مصدر ها لهاق صفة صفة لا صفة دائم لهاق لهاق هذه الصفة شيء لهاق وشيء لهق أحاق كأنه متبقي يلمق عزب كأنه هذا الثوب متقبي كأنه متقبي جاعله قباع ثوم القباع القباع الثوب اليمن متقبي يلمق اليمق الثوب القباع المحشو المحشو القباع والمحشو حق والمتقبي هو الذي اتخذ من القبائ وهذا هو يصف هذا الثور واضح بأنه أبيض وهي صورة جميلة ومتقبي وسمين أيضا أيضا بأنه محشو يلمق يلمق مفيدة جدا يلمق حتى نستفيد من أنه تفيد حشوه هذا يكون تشبيه أقرب ما شاء الله كأنه متقبي يلمق عزب أهل عزب هنا المفرد يعني هذا الثور ما معه وحشي ما معه شيء وذلك يزيد في جبنه وحزمه إذا سمع نبات نوش يتوحش يتوحش كان وحشيا وزاد توحشه عند تأكده من الافراء إذا كان عزبا هم أهل عزب نعم بالتحريك ولا تقول أعزب قال القاموس لا تقول لا تقول القاموس لا تقول أعزب آه 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 عزب بالتحريك من لا أهل له ذهو عزيبة وعزيب عزيبة وعزيب وعزب هذه الصفات الثلاثة عزيبة هي تأهر التاني في أمام المبارغة لا تأهر المبارغة ربما المبارغة للمبارغة نقول رجل عزيبة 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 بالمد عزيبة بالمد وعزيبة أيضا وعزب وعزب وقال القاموس لا تقول أعزب سبحان الله وإن كانت صغت أسم فاعل كأشنب هكذا يقول القاموس سبحان الله وسيرتب عليه وسنذكر لعانة إن شاء الله وربي ما يؤكد لك ذلك وريد أن أسرعنا في أليها نعم هل هو فعيل أم عزب عزب أسماء الأفعال والمصادر عندك شأنها ذهب بها السماع ذهب بها السماع لا يمكن لكن المصدر أو هذه الصفة تشييب أنها فعيلة ربما ليس كذلك أنا لا أتجرأ على كلمة لغتين صحيح دون كتاب الله أعلم يمكن أن ننظر لها اللسان إن شاء الله التاج أو القاموس وفي الحلقة القادمة نفيد بها إن شاء الله وسن نتأكد من فعلها جميل ما انتبهت لهذا الفعل أكون أراجعته جميل إن شاء الله إذا ننتقل عزب اسمع نعم نعم وهي بهائي وهي عازب أرأيت نعم وهي عازب ونعته بمصدر كثير فالتزم الإفراد والتذكير يدلك هذا على أن هذا مصدر فالتزم فهي عازب عزب لا أقول عزبة أولا فهي عزب رأيت اتحاد المذكر والمبونة غريب مرأة ضيف ورجل ضيف ورجلان ومرأتان ضيف غريبا آوة وفيها عزبة هكذا فيها للمبونة عزبة وهذا مما يبعيضها أيضا من المصدر غريب عزبة وهذا قريب مما هو في لهجتنا السكن الزاي آه هكذا ها هكذا فرق بين تفصيحها الفصحة هو التحريك فقط فقط إن سكن الزاي في لهجة الحسانية يكون هذا لهو مضطرد عند ناس لكن الغريب هو النصيغتين النصيغة موحدة دملكة المونة أقول رجل عزب ذلك ذلك هو مما يدل على أنه ونعته بمصدر كثيرة فالتزم للفرادة والتذكير واضح وقولنا إنها عزب وعزبة عزبة هذا يدلنا على أنها الصفة ولها نظيرات ربما مثل أتاني سمية أتانا بغير تائن وبتان أتانا قال الحسن بن نسان رحمه الله من ذا الحماري سمية أتانا بغير تائن وبتان أتانا جميل البيت الموالي يقول والودق يستن عن أعلى طريقته حول الجمان جرى في سلكه الثقب نعم الودق المطار من ودقة السماء فعلة فعلة جميل تدق فأمر نوم مضارع منك وعد يهذف وفي كائدة ذاك اضطرت قالوا المالك في التصر جميل الشيث ثوب وشا وعا وقا ثقعي اققي نظمها ابن مالك في قطعة شعرية اني اقول لمن ترجى وقايته قي المستجيرة قياه بالتثنية وقوه الجام جمع المذكر قوه قي الواحدة المخاطبة قي قينا جمع الموالناه وان صرفت لوالي شغل آخر اقول لي شغل هذا لي يهلوه لي لنا وان امرت بوئي للمحب فقول اي من تحب اياه اوه اي ما وئي ما معنى ها ما معنى وئي الوئي الوعد الوعد وآه وعده وآه وعد دارك الله فيك قصيدة اطول من هذا وهي مفيدة في بابها القصيدة ربما اطول من هذا اطول طويل شيء هم اطول من هذا اه ومفيدة في بابها جدا اه اذا جرى اليها ودق ودق تدق ودقات السماء تدق ودقات السماء فعلا تدق جالب جالب كسر فترى الودق يخرج من خلال المطر يستن يستن يجري يجري قال المختار ابن حامد حامد يستن في عارض في الافق معترض هذا القصيدة التي يقوله في الشقروية عن اعلى طريقته يستن عن اعلى طريقته يريد جدته اي ظهره الخط الذي على ظهره عجيب على طريقته ها يستن نعم في اعلى رواية والله عن اعلى طريقته تعاقل فروف جر معروف على طريقته حول الجمان جولة ذلك جولة الجمان هذه بالمؤجمة بالمؤجمة تاب لدي مطبع نقول جولة يجول جولة الجمان من فعل مطلق من من الشيء البحث والله ما نبع المطلق به اللي وعبر بيستن والله يجال يجول يستن جولة يسود تعود معنا بعلم المطلق من قد ذيك يستن وقد يمكن ان يقوم مصدر قام مقام فعل يكون مصدرا قام مقام فعله يجول الجولة حذف يجول وترك الجولة جولة الجمان الجولة الجمان اللؤلؤ جولة الجمان يعني هذا الثور لسمنه من ين يبدو أنه غيلام ليس بعدا من هذا الثور أوان المطلق استطاع أن يصبح وصف دقيق لأنه هذا وصف دقيق يعني يعني المطر عندما ينزل على ظهره يتفرق كتفرق الجمان الذي انقطع سلكه شيء يذهب إلى هناك والشيء إلى هناك فالمطر ينصب بكثرة على الخط الذي على ظهر هذا الثور يذهب إلى يمين وإلى الشمان جولة الجمان جرى في سلكه الثقب جميل جدا برك الله فيكم ما شاء الله يغش الكناس بروقيه ويهدمه منها إلى الرمل منقاض ومنكذب هذا الثور يغش الكناس هي غشيه زاره وغشيه نعوذ بالله وغشيه فغشيه من اليم ما غشيه وما غطاه وعم عليه لما يترك منهم شيء وراه بعد هذي ما غشيه هم زينة ذاك اللي جاهم مبهمة مبهمة وواسعة عند البيان فغشيه من اليم ما غشيه زينة حتى ذاك اللي جاهم وعن زين كان لو كان ما هو القرآن نقوله عنهم دايما بيقلي لا تعرف فغشيه من اليم ما غشيه فلا لكن القرآن فوق كل اعتمد صحيح صحيح نعم يغشي الكناس يغشي الكناس الكناس مكان الضبي بيته والمكان الذي جالفه فهو يحفر ويدخله لكن هذا الثور عظيم القرنين لا يسمح له قرنه بدخول هذا الكناس والكناس عند الجذع الشجرة وعروقها تمنعه من الحفر بعيدا والقرون عظام فهو ثور من شيء من البقر عرفنا مش يعني كبير 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 هذه القرون هذا وضح يغشي الكناسة الكناسة بروقي بقرنيه الروق القر تزيع غنى كأن إبارة روقه قلم أصاب من الدوات من هذا أهض بروقيه ويهدمه لكنه عندما يدخل رأسه وقرنيه يهدمه من هائل الترب منهال من التراب يعني ينهار تنهار التراب منهال ومنكذب منهال منكذب ومنكذب منهال على حد قوله فقددت الأديم لراه الشيء فألف قولها كذبا ومينا هذا الترف اللغوي يقولون وبعضهم يحاول أن يفسر تفسيرا يتغير به الكلمتها تتغير به الكلمتها كذب يقول الكذب أشد منه المين أشد منه المين ويقولنا في الآية شرعة ومنهاج شرعة هي المنهاج والمنهاج هو الشرعة وهي العطف الشيء لا يعطف على نفسه العطف يقتضي المغايرة جاء الزيد وعمر لا نقول جاء الزيد وزيد إلا إذا اختلف كان هذا الزيد وهذا الزيد لكنه هذا جثة وهذا جثة أخرى ولا شكا أنه لي مختبا بلاغيا رفيع مستوى نعم يذكرونه لا يأتي شيء من القرآن إلا وكانت له معاني بليغة ويحاضرة في البلاغة هي أنواعه إذن على هذا التفسير منهال الشد منها مكثب ورواية منقاض هل لها منقاض منقاض منهار منقاض منهار تصلح للسياة منهار تنهار تحت الكثبان هي انهار فانهار به في نار الشهر ويذكرونه أيضا بكثيبا مهيلا والله هذه الآية ملي يستشهدون بها في هذا المكة سبحان الله فكانت الجبال كثيبا مهيلا كلما عنا لنا من القرآن آية وشيء لأننا نخدمه لهذا خدمة للقرآن كريم كثيبا مهيلا 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 البيت المواري يقول إذا أراد كراسا فيه عنا له دون الأرومة من أطنابها طنب إذا أراد كراسا في كنيسته هذه في مكانه هذا في كناسه هذا هذا الكناس له الكنيسة متعبد النصارى شيئا آخر ربما هي من أصل هذا هذا وإذا أراد كراسا منه إذا أراد أن يدخل عنا عرض أمامه عنا له دون الأرومة الأرومة والأرومة الأصل وهنا أصل الشجارات وجمعه أروم دون الأرومة أي دون أصل الشجارات عنا له قل نعم عنا له يقول إذا أراد كراسا فيه عنا له دون الأرومة من أطنابها طنب من أطنابها الطنب في الأصل حبل يشد به رواق البيت سرادق البيت عفوا سرادقه سرادقها وكننا به هنا عن وصونه وكننا به هنا عن عروق جذع الشجرة جميل جدا فهو لا يستطيع أن يتجاوز ذلك المكان لمناعة العروق جدا وهو يريد أن يكون هذا الثوق لم يستطاع بات متوحش سبحان الله وستأتيه الكلاب وينطلق سبحان الله ثارا برك الله فيكم شيخنا أدركنا الوقت حقيقة واجزاكم الله خيرا على هذا الشرح الوافي والكافي وبيت شريحة مفرداتها وكذلك معناها الجملي أصبح واضحا ما شاء الله والصور التي أردها الشاعر أصبحت واضحة ما شاء الله برك الله بكم وكالعادة جزاكم الله خيرا إذن مشاهدنا العزاء تنتهي هذه الحلقة من برنامج تنتهي هذه الحلقة من برنامج ديوان غيلان كان معنا فضيلة الشيخ محمد فارو للشيخ الحسين أنقل لكم تحايا فريق البرنامج هذه تحياتي إلى أن يضمن وياكم لقاء شديد نستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة